تكرهني بدون سبب أنا كرهتش؟ أنا كرهتش وأنا لزوجتي السعد وطلعتش من العنوسة؟ احترمي نفسك، ما سمحش تكلميني بهالطريقة ترعيب والله تسمحيلي ولا ما تسمحيلي ما يفرق معاي لأنه ما لديك قيمة عندي سمعيني يا مينة، أنا أول ما بيأت تهمك أن أنت بسوي الزارفة بعد ما سمعت الكلام اللي قاعد قولينا حق هديل أنت بسوي فتنة بيني وبين هديل عشان شديد الزيت يا صديقتي شنوان؟ سعد أنا لا أسمح لك تتهم مرتي بهالطريقة أول شيء أدب مرتك وعلمها شون تتحجها مع الناس وشون تتصرف وبعدين قول لي ما أسمح لك مرتي مؤدية بأقصب عليك أنت الظاهر نسيت نفسك نسيت أنا اللي كبرتك ودرستك وصرفت عليك أنتو شنو؟ أنت غاني قون جدامي ما تستحيون على ويوكم؟ تطول عمرك سكانة مرتك أخذ مرتك أطلع بره يلا أطلع بره يلا تطول عمرك إنسان مريض معقد يمشي يلا هذا ليس كيف أحد يتكلم معه يلا بره يلا لا يلا تطول عمرك يلا لك انت هي أنا حامل، شويتش أنت؟ وأنا؟ أنا مشتاقت لك. أبي يقعد معاك. وأنا بعد مشتاقت. كانوا تجاب لك في المكتب ليل ونهار. لا، أبيك تجاب لني بالفندق. حاضر، سأجاب لك الفندق، اشتبيهم بعد. بس علاقاني الحمال، أنا أول مرة أشوف واحدة حامل ثلاثة شهور، وبطئنها من بينك. مستحيل، ما أقول لك أتشذب بالحمال؟ تجذب علي بودها مرة الشمس، بس هيابت لتغرير أنها حامل وعندها ولد. إيه؟ حامل، وباتش رتيب لك ولد، ورح تتعلق بالولد، وما رح تطلقها ورح تسحب علي. الله يحديتش، أنت كلها شاكة فينا، قتلش بطلقها يعني بطلقها، بس هيابت لتغرير وطلعت حامل ببلد، أصبر عليها، لما تولد رح أطلقها إن شاء الله. حسناً، ساعد، أصبر عليك، وبشوف شنو آخرتي معك. من يوم هوشت البيت وأنا مادري عنها، طبيني الصجف تكيت منها، أصلاً ما بعرف عنها أي شيء. حتى ريليش لحين ما يكلمهم؟ لا أنا ولا هو. grandma دخال tema بل ترخيال